مع الارتفاع المضطرد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والازدحام الشديد على مركز تلقي اختبارات كوفيد-19 قررت الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات مهمة لمواجهة هذه الجائحة اتخذنا عددا من الإجراءات من بينها تفعيل بند الإنتاج العسكري منذ فبراير الماضي لزيادة الإنتاج ونستعد لإطلاق موقع على الإنترنت يمكن من خلاله طلب اختبار مجاني يصل إليكم في المنزل وإضافة إلى نصف مليار اختبار الجاري شحنهم إليكم مجانا قمت بتوجيه فريقي لتوفير نصف مليار اختبار مجاني إضافي وفي الوقت الذي سيساهم فيه توفير اختبارات فيروس كورونا في التقليل من تكدس الأمريكيين عند مراكز الفحص ترى تواقع طبية أن توفير الاختبارات الذاتية في المنازل قد يتسبب بضرر كبير الصعوبة بالنسبة للإدارة الأمريكية تكمل في تسارع الأحداث مع متحور أوميكرون مقارنة بالمتحورات السابقة وهي تقوم بجمع البيانات واتخاذ قرارات بناء على هذه البيانات بشأن الخطوة المقبلة الاختبارات المنزلية قد لا تتيح للإدارة الحصول على هذه البيانات الدقيقة ومع تفشي متحور أوميكرون في الولايات المتحدة تزداد الحاجة إلى نوع خاص من الكمامات الواقية وهي كمامة N95 ولكن الأسواق الأمريكية تعاني من نقص كبير في توفرها الأمر الذي يزيد من تفاقب أعداد الإصابات الكمامة المثالية التي تحمي خلال وجودك في مكان مغلق مع مصاب بكوفيد 19 هي كمامة N95 التي نستخدمها في المستشفيات وفي حال عدم توفرها وإذا كنت ممن أخذ التطعيم فإن الكمامة العادية تكون كافية وفي هذه الأثناء تواصل الإدارة الأمريكية جهودها في محاربة فيروس كورونا ومتحوراته بينما أعطى الأمريكيون رئيسهم نسبة قبول عن أدائه في محاربة الجائحة بلغت 45% تعتبر الإدارة الأمريكية رفض تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا أحد أهم أسباب استمراره وانتشاره وهي تعمل بشكل حثيف على تحفيز الأمريكيين على التلقيح للمساهمة في محاربة الفيروس سهيل الشعر قناة الغد واشنطن